السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي عشرين خمسة وعشرين ترم اوه رجعت لكم بفيديو جديد. النهاردة هنكمل يونة ثري الوحدة التالتة اللي بعنوان اللي هي الخطط الخاصة بالاجهزات يا ولاد او بالعطلات الاسبوعية. او صفحة 117 كتاب المعاصر. طبعا يا سنة ستة انتوا عارفين ان انا منزل نسخة كتاب المعاصر للمعاء المعاصر ونسخة كتاب الجم للمعاء الجم. لسه مشتركش في القناة اولاد وفعل زر الجرس ينزل يشترك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد يا سنة ستة. شارك الفيديو ده مع اصدقاء عشان امه كمان يستفيده ويوصل لأكبر قدر ممكن من الطلاب ويدعمنا بلايك. طبعا يا ولاد هسير لك تحت في الوصفة اسفل الفيديو على طول قائمة تشغيل الصف السادس الابتدائي عشرين خمسة وعشرين ترم اول فيها جميع فيديوهات الوحدة الاولى والتانية والتالتة محلولين ومشروحين بالترتيب وهينزل فيها الوحدات اللي جاية ان شاء الله. فيها كمان التقييم الاسبوعي الخاص بالاسبوع الاول والثاني اللي نزلوا على موقع الوزارة بنزل لكم حل التقييم الاسبوعي الخاص بالاسبوع الاول والاسبوع التاني في فيديو واحد هتلاقيه تحت برضو في قيمة التشغيل الخاصة بالصف السادس اللي ابتبقيه هنعمل ايه في الفيديو بتاعي النهاردة طبعا زي ما احنا معاودنكم كل الفيديو بنحل درس وبنشرح درس وبنحل عليه النهاردة عندنا لسنز فور and فايف الدرس الرابع والخامس هنشرحه ونقرأ الكلمات الخاصة بيه ونحل التدريبات اللي جاية اللي جاية عليه في ايه في جزء كتابة ومشروع بنبدأ على طول زي ما احنا متعودين بالvocabulary بالمفردات عندنا طبعا key vocabulary يعني مفردات رئيسية والكسترا vocabulary ومفردات اضافية والي اتنين بيتذكروا والي اتنين مهمين اول كلمة معانا يا سنة ستة وهي كلمة مدونة مدونة يعني blog بيتفترمي لو سمحتو blog blog ودي مدونة ممكن تكتبها على الفيسبوك مثلا blog وجهة الصفر يعني destination اللي بيتفترمي لو سمحتو الورايا destination 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 شجاع يعني brave brave شجاع brave brave كسم او جذء يا ولاد يعني section section كسم او جذء section 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 خيال يعني fantasy 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 خيال fantasy fantasy شلالات يعني water falls water falls يعني شلالات water falls water falls realistic يعني حقيقي او واقعي realistic 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 ربيتفترمي realistic ملاهي او مهرجان يعني carnival carnival يعني ملاهي او مهرجان carnival تذكرة 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 ticket 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 فجأة suddenly suddenly فجأة suddenly suddenly مفاجأة بقى surprise surprise بي تقيلة surprise يعني مفاجأة surprise مسرح المحكاة simulation theater يعني مسرح اللي هوا theater و simulation المحكاة simulation theater مسرح المحكاة simulation theater simulation theater كطار الشرق اسمه oriented train oriented train يعني كطار الشرق oriented train orient train شاشة يعني screen شاشة موبايل بقى شاشة لابتوب شاشة تلفزيون اسمها إيه؟ سكرين سكرين يبيتها في ترميك سكرين ميدان يعني سكوير سكوير ميدان سكوير سكوير ألعاب الملاهي رايتز رايتز ألعاب الملاهي رايتز دير يعني منستيري منستيري يعني دير منستيري منستيري دير عرض يعني شو 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 متضمنا including يعني متضمنا including تأثير يعني افاكت اللي هو تأثير افاكت جليدي جليدي سناوي اللي بتفتر ميه سناوي محيط أوشن أوشن يعني محيط أوشن أوشن بريزنت هذية بريزنت 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 كتيب سياحي يا ولاد يعني تورست بروشور يعني كتاب سياحي تورست بروشور تورست بروشور تورست بروشور سيت يعني مقعد سيت 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 بعد كده يا سنة 6 عندي تصريف الأفعال عندي ريجلر ياولاد أفعال منتظمة بإضافة أي الدي والإيدي والآي إيدي إحنا قلنا الدي مع الأفعال لنهايتها إيدي الإيدي مع معظم الأفعال والإيدي مع الفعال المنتهب مزبوك بحرف ساكن تقلب الواي لإيدي لكن الر جلر ياولاد الأفعال غير منتظمة بتعمل إيه فيها حفز تحفظ كما هي ملعاش قعدة جيس يخمن الماضي منه جست جيس جست جيس جست ريلاكس يستريح الماضي منه ريلاكس 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 لديه أو يملك يعني have ماضي منه had have, had, have, had cost يتكلف الماضي منه cost cost, 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 cost بعد كده سنة 6 عندي important expressions and prepositions يعني تعبيرات وحروف جرهم يركب ألعاب الملاهي go on rights go on rights مهمة على فكرة زيها زي الكلمات لأنها تتيج عليها أسئلة go on rights يعني يركب ألعاب الملاهي go on rights relax on the beach يعني يستريح على الشاطئ relax on the beach relax on the beach per night يعني في الليلة per night per night per night double room غرفة متزوجة double room يعني يعرف يعيش فيها اتنين مثلا double room double room a bit scary مخيف قليلا a bit scary a bit scary اللي بتفترمي a bit scary get with يبتل get with get with buy the red sea بجانب البحر الأحمر buy the red sea buy the red sea buy the red sea تعالوا نكامل بعد كده طبعا الجزء بتاع الكلمات عيده أكتر من مرة في الفيديو عشان يزبط معك صفحة وان هاندرد اتين مية وتمنتاشر مازلنا مكملين في الثري في الواحدة التالتة الدرسين الرابع والخامس هنا مين بوينتس نقاط هامة on listening and reading تكتس على نصوص الاستماع والقراءة topic أو الموضوع بتاعي النهاردة يا ولاد أنا عندي موضعين وعندي guiding words بتاعتهم الكلمات الشادية والsenses الجمل الموضوع الأولاني add the carnival يعني في المهرجان والموضوع التاني شرم الشيخ شرم الشيخ دي مدينة سياحية تعالوا نبص الكلمات الشادية عن الموضوع الأولاني كلمة special مميز birthday عيد ميلاد نشوة is with her family مع عائلتها for her special birthday في عيد ميلادها المميز surprise مفاجأ add the carnival في الإي أولاد في المهرجان see and do there is a lot to see هناك الكثير أنترى and do وتفعلوا add the carnival في الإي أولاد في المهرجان rides to try there are amazing rides to try like that roller coaster يعني هي راحت هناك تجرب حاجات كتيرة أو تركبها في الملاحي places أماكن with stores متاجر there are places to eat في أماكن للأكل and stores وإي يا جماعة كمان متاجر simulation theater نشوة and her dad وبابا want to go عايزة تذهب to the simulation theater in the afternoon عايزة تروح فين يا أولاد عايزة تروح المسرح بتاع المحاكاة بعد الظهيرة الموضوع التاني بيكلم عن شارم الشيخ interesting شيق busy مشغول شارم الشيخ وطبعا بدأ قيم بحرف capital في شارم وإل والشيخ لأن دي مدينة يا أولاد لازم تبدأ بحرف capital عشان لو جالت لك في البنت question في علامات الترقيم بولك ان شارم الشيخ is an interesting هي شيقة and busy town ومدينة زحمة أو مشغولة بايزة تسي يعني بجوار البحر الأحمر أنقول شارم الشيخ is in Egypt هي في مصر بايزة تسي بجوار البحر الأحمر swim يعني عموا سي بحر we can swim in the sea نقدر نعوم في البحر هناك visit يا زور monastery deer we can visit إحنا نقدر نزور نزور إيه بقى الدير يا أولاد بتاع سانت كاترينز طبعا katharine's monastery اللي هو dear santa kathrine اللي هو الكدسي إن شارم الشيخ في شارم الشيخ بعد كده يا سنة ستة بيجي لي bob quiz على المفردات لو أنا ذكرت المفردات كويس جدا جدا بقدر أحد الكوز ده يا أولاد بمنتهى السهولة بيبقى كوز بسيط وسهل ومفوش أي مشاكل تعالي نحلو يلا مع بعض choose اختار the correct answer tell يعني تتبل يبقى إيه يا أولاد أكيد waterfalls الشلالات after a long time بعد وقت طويل we arrived إحنا وصلنا at our وصلنا إلي إيه يا أولاد للdestination الوجهة التاعتنا المكان اللي إحنا رايحينه I'd like to nought on the beach I'd like إيه هنقول relax عايزة أسترخي في الشاطئ أو على الشاطئ I bought a nought أنا اشتريت A to C عشان أرى the show in the theater أنا اشتريت تسكرة ticket عشان أرى العرض في إيه يا أولاد في طبعا المسرح how much does this house أنا عايزة أقول كم يتكلف يبقى how much this house a cost المنزل ده يتكلف كام أو تكلفته كام تعالوا نكمل وصلنا لـ 119 119 الجزء بتاع listening الاستماع and reading والإيه يا أولاد والقراءة look انظر listen استمع and read وإقرأ عندي هنا ناشوز بلوغ البلوغ أو المدونة بتاعت ناشوة مكتوبة إمتى طبعا المدونة دي زي ما نشايفين كده مكتوبة على موقع في يوم Tuesday June ثرد تلاتة يونيو في يوم الثلاث تمام كده All the fun of the carnaval بتقولك كل الأنشطة الممتعة فين في مدينة الملاي أو في المهرجان Today اليوم is my birthday عيد ميلادي and جس وخمّنه where I am أين أنا I am with my family أنا معلتي for my special birthday في special birthday surprise في مفاجئة عيد ميلادي at the carnaval في مدينة الملاهي I wanted to tell you أنا عايزة أخبرك all about it أخبركم بإيه بكل شيء عن ذلك هتبدأ تحكينا بقى اليوم بتاعتها في المدونة When you arrive at the park عندما تصل إلى المنتزة You are suddenly أنت فجأة in a world of fantasy أنت فجأة بتشعر أنك فعالة من الخيال It's really exciting وطبعا أنه أمر مسير حقا There is a lot هناك الكثير to see لطراء and do here وتعمله هنا There are amazing rides هناك كمان يا ولاد هناك تقدر أنك تجرب to try أنك تجرب like the roller coaster هناك تقدر تجرب أنك تركب كطار الملاهي If you are brave لو أنت شجاع And theaters وكمان في أولاد مسارح where you can watch shows تقدر تشوف فيها العروض There are places وأماكن to eat عشان تأكل and stories وكمان متاجر to أيضا تعال نكمل The children's section قسم الأطفال has nine rides including the or the orient train بقولك أنه بيحتوي قسم الأطفال على تسعة ألعاب بما فيهم الorient train اللي هو كطار الشرق We have tickets for that at 10 o'clock بتقول لدينا تذاكر لهذا الكطار في الساعة العشرة My brother أخويا loves water rides بيحب الألعاب المائية So he wants لذلك هو يريد to go on some of those later this morning لذلك يريد أن يلعب بعضها في وقت لاحق من هذا الصباح At 11.30 في الساعة الحديثة 10 ونص في الساعة 11 ونص We have tickets إحنا عندنا إيه تذاكر for the waterfalls اللي هو الشلالات هيركبوا ride الشلالات It has some high sections So it's a bit scary بتقول بتحتوي لعبة الشلالات على بعض الأجزاء العالية عشان كده بتكون إيه أولاد مخيفة And you get very wet وممكن كمان تجعلك مبتلى للغاية In the afternoon بعد الظاهيرة Dad and I أنا وبابايا want to go to the simulation theater إحنا عايزين نذهب إلى مسرح المحكاة You sit in your seat بتوعد في المواقعة بتاعك With big screens all around you وبيكون حواليك شاشات كبيرة جدا And there are sound and light effects وكمان بيكون في مؤثرات صوتية وضوئية It feels like you are in different places تشعر بتشعر وكأنك في أماكن مختلفة around the world حول العالم سناوي اللي هو الجبال الجليدية Even under the ocean الجبال الجليدية حتى تحت المحيط It's very realistic يعني إيه بتكون واقعية للغاية I can't wait أنا لأطيك الانتظار What a great birth they present Thank you mom and dad يا لها من هدية عيد ميلاد رائعة شكرا لأمي وأبي سألوا سؤال هنا طبعا الجوة الأولية تجوّت عليها السؤال الثاني لماذا الشلالات أو ركوب الشلالات مخيف يا طبعا قايت ركوب الشلالات مخيف عشان فيه أجزاء إيه يا أولاد لأن فيه أجزاء عالية فكده هو مخيف فشايفين الجزء إيه ده كده اللي أنا عملت عليه مربع آهو دي جبت السؤال رقم كام جبت السؤال رقم اتنين يا سنة ستة تقدر تكتبه هنا تعالوا وصلنا بعد كده يا أولاد ل120 إحنا وصلنا للجزء بتاع مهارات الكتابة هنا بقولك يعني بوست على أساس إنه يكون مدونة تعالوا منعلمك أول حاجة اللي هو المنشور المدونة ده يعني يكون لي يعني عنوان يعني يكون لي عنوان ويكون لي تاريخ يعني فوق في المدونة وفوق كان العنوان المدونة بتاعة نشوة والتاريخ كان إيه يا أولاد تقريبا كان تلاتة يونيو في يوم التلاتة ده أول حاجة تاني حاجة استخدم لغة غير رسمية لأنك بتتكلم مع أصدقائك ومع ناس مش رسمين تالت حاجة تقدر تستخدم ضمائر المتكلم زي بتتكلم عن نفسك برضو بتتكلم عن نفسك مي بتتكلم عن نفسك كمان بتتضمن عن قصة شخصية يعني بتتكلم النهاردة عن نفسك وانت رحت الملاي فبتحكي لنا بتتكلم ان انت رحت الأحرامات فبتحكي لنا بتتكلم عادي مثلا على الفيسبوك يعني اي أولاد يعني بيقولك كمان عادة مطاعرض أراء الكاتب and feelings والمشاعر بتاعته about their experiences حول اي أولاد تجربه آخر حاجة خالص ان البلوجرز أفن غالبا add photos بيضوفوا صور to make their blogs عشان يجعلوا المدونة بتاعتهم more attractive أكثر جاذبية ده بالنسبة للمدونة يا أولاد ازاي تكتبها تعالوا نشوف هنا بيقول هين how to plan ازاي تخطط your own blog post للمدونة البوست أو المنشور بتاع المدونة بتاعك about the carnival في المدينة الملاهي أو عن مهرجان هنا يا أولاد the mind map اللي هي الخريطة العقلية أول حاجة بتسأل نفسك سؤال اللي هو where where يعني أين أين ممكن مثلا in Giza City في مدينة الجيزة تاني حاجة who بتسأل نفسك سؤال من انت رايح مع مين with my family مع علتي بعد كده what to do يعني what to do ماذا هتفعل هتعمل هنقول try roller coaster هتجرب الكطار water كمان false والشلالات و go to the simulation هتروح المسرح المحاكاة طيب هتقول نفسك كمان why يعني لماذا why يعني لماذا there is a lot to see هناك الكثير من اللي تشوفه and do there وتقدر تعمله هنا يبقى أول حاجة place to visit مكان انت هتزوره أول حاجة بتقول هو هتروح فين تاني حاجة هتقول مع مين وبعد كده هتقول ليه هتروحه وبعد كده هتقول هتعمل ايه هناك في المكان وآخر حاجة خالص description اللي هو الوصف that's really exciting يعني هو ايه شيق حقا دي أولاد خاليط هتقدر تعملها وانت بتكتب المدونة تعالوا نتكمل وصلنا ال 121 121 look انظر read اقرأ and identify وتعرف هنتكلم عن كتاب حول شرم الشيخ a brochure about شرم الشيخ يعني كتاب عن كشرم الشيخ بقول لك شرم الشيخ an amazing holiday destination هي وجهة رائعة لقضاء العطلات في الصف طبعا يا ولاد for only عشان يكون عندك only 1000 per night فقط بألف جنيه مصريا per person للشخص الواحد in a double room في غرفة مزدوجة ده زي نظام اعلان كده فهندق عامله بيقول لك بألف جنيه بس في غرفة مزدوجة تقدر تيجي فين في شرم الشيخ قال لك شرم الشيخ is an interesting بتكون مصيرة للاهتمام and a busy town ومزدحمة in Egypt في مصر by the red sea على البحر there are lots of things هناك الكثير من الأشياء to see لرؤيتها and do وفعلها أو القيام بها أول حاجة swim in the sea بتعوم في البحر relax on the beach بتسترخي على الشاطئ go quiet biking in the desert كمان بتعمل إنك تذهب لركوب الدرجات الربعية في الصحراء eat good food بتأكل طعام جيد visit بتزور الدير يا ولاد اللي هو المنستيري بتعمين سانت كاترين ده بالنسبة يا ولاد الحاجات اللي تقدر تعملها فين في شرم الشيخ اللي راح شرم الشيخ قبل كده يكتبلي تحت في الكوميتس أو راح أي مصيف يقول لي راح فين take let's ride بيقول لك استقل حافلة اسمها إيه باس from giza من giza square من ميدان الجيزة every afternoon بعد الظهر at 3 p.m الساعة الثلاثة for ها لإيه يا ولاد مقابل 500 only 500 جنيه فقط اللي إيه دي يا ولاد بتدول إن دي إيه إن بتدول إن دي جنيه ده بالنسبة يا ولاد لو إنت عايز تروح كيفية عمل منشور سياحي تعلمنا من شوية إزاي نعمل مدونة على فيسبوك أو على أي موقع دلوقتي هنتعلم إزاي نعمل منشور سياحي عشان لو جلنا باراجراف عليه أول حاجة هتكتب مقدمة صغيرة عن المكان فوق كتب لك مقدمة عن المكان قال لك بألف جنيه فقط للشخص الواحد في غرفة واحدة وكتب كمان المقدمة دي أو العنوان ده تمام بعد كده تاني حاجة قال لك هتكتب مقدمة قصيرة عن المكان اللي بيتضمن أو اللي بتريد أنت تعمله إيه بتكتب عنه في الكتاب الخاص بك بتجد بعض الصور تمام تجد بعض الصور للمكان وبتكتب وصف لكل مكان تحت الصور هنا جبنا الصور وبدأنا نكتب تحت كل صورة الجملة بتاعتها ابدأ تأكد من صحة الهجاء بتاعتك القواعد وعلامات الترقيم أنها تكون صحيحة أنا عايز أقول لكم في أي باراجراف في أي ايميل في أي مدونة في أي منشور سياحي لازم رقم واحد يا سنة ستة أنك تكون كاتب جمل صحيحة وفي زمن واحد بس مش عاكك الدنيا فأنت هتسمع الباراجراف اللي أنا سيبهه لك كيفية كتابة الباراجراف تحت في الوصف هيفيدك جدا إزاي تكتب أصلا باراجراف تعالوا نكمل وصلنا الامتحان اللي موجود على الدرس الرابع والخامس صفحة 122 122 ونفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد يا سنة ستة شارك الفيديو ده مع عصدقاء عشان هم كمان يستفيد وده يدعم جدا تعالي نبدأ على طول هنعمل ايه عندي قولي استمع رجابة صحيحة هنقرأ نص استماع واحنا بنقرأ بنبدأ نحل على طول عشان ما نضيعش وقتنا يا سنة ستة نص بس الاستماع هنا بيقول لي يا ولاد بيقول لي السنة اللي فاتت زرت شرم الشيخ مع عيلتي بأول جملة نكمل ونقول هي شيقة او مثيرة لاهتمام ليا شرم الشيخ بيزي تاون بيزي تاون يعني مدينة مزدحمة كملنا وقلنا هناك الكثير من الاشياء تراها وتعملها هناك تقدر تعوم في البحر تانية حاجة قالك تسترخي يبقى تانية جملة انك تسترخي على البيتش الوى الشاطئ بعد كده قالك كمان تقدر تذهب للكواد بايكينج تعمل كمان ركوب الدرجات الربعية فين في الصحراء ده بالنسبة يا ولاد لنص الاستماع يا سنة ستة بعد كده يا ولاد جايب لي القطعة اللي قدامك دي وليكملي من الكلمات اللي أمامك كلمة فانتسي وشوز ورولر كوستر وماتشز وسربرايز تعال نقرأ ونحل اليوم عيد ميلادي لعيد ميلادي لعيد ميلادي نقط سربرايز يعني مفاجئة عيد ميلادي دي نمبر وان هنكتبها هنا هنا سنة ستة في الملاهي ومكان رائع لما توصل للحضيقة أو المنتزة انتتتفاجئ ان انت فعالة من فانتسي الخيال دي نمبر تو يا أولاد هنكتبها هنا تفاجئ ان انت فعالة من الخيال مثير للاهتمام أو شيق أو حماسي حقا هناك الكثير اللي نكترى وكمان القيام به هنا مثل يا أولاد مثل الرولر كوستر اللي هو الكطار and theaters وهناك مسارح where you can watch تقدر تشاهد مين كمان shows عروض نمبر فور تقدر تشوف عروض there are places في أماكن تتاكل فيها and stores وكمان متاجر أيضا بعد كده هنصح لما بين الأقواس what do you do when you not the school bus هنا يا أولاد هنتبقى الجملة دي تصحيح مزد هتبقى miss we go to the beach هنقوم نقط sunny days هتبقى on احنا بنروح للشاطئ في الأيام المشمس تمام حل الاختيارة على طول عشان ده شوقتنا there are a lot of نقط هناك الكثير من as a carnival في الملاي like the roller coaster مثل الكطار هيبقى هناك الكثير من waterfalls اللي هي الشلالات we arrived احنا بنصل two hour نقط in the hub after two hours driving بعد ساعتين سواق يبقى احنا بنصل فين destination وجهتنا المكان بتاعنا I am not I am not afraid انا مش خايف afraid اوفي سنكس من الثعبي يبقى ايه brave شجاع the noat ride is my favorite water ها ride in the theme park يبقى مين يا ولاد الwaterfalls اللي هي الشلالات ركوب الشلالات من الحاجات المفضلة بالنسبالي طبعا نحن في صفحة 123 في صفحة 123 هنحل ايه التدريبات دي يا ولاد هنرقم طبعا الجمل دي اول حاجة هنقول they visited هما زاروا الدير يا ولاد بتاع مين منستوري اللي هو الدير سانت كاترين on Saturday في ايام السبت تاني الجملة هتبقى what is your what is your brochure about الكتاب عن ايه هنا هتبقى we we تبقى هنا we can نحن نستطيع ride نحن نركب on camels على الجمال in شرم الشيخ في شرم الشيخ هنا هتبقى what تمام a great what a great birthday present يلا نيدية ايه عيد ميلاد عظيمة او رائعة my brother يعني اخويا هنقول انه هو my brother loves بيحب water rights ركوب الايه اللي هي الالعاب المائي الالعاب المائي هنا هتبقى we have احنا لدينا tickets تزاكر for هتبقى for the a the simulation فيتر اللي هي اه مسرح المحاكاة تمام كده تعالوا نكمل بعد كده البنت كوي وفي الاخنة هنحط ايه نقطة لان دي جملة عادية ياولاد تعالوا نكمل اكتب مكان انت بتحبته وزوره وجايب لك المكان ده على هاية مدونة مجابعة عنه في نهاية الكتاب وبرضو لسه شرحينه في الدرسين الرابع والخامس دلوقتي لسه مشترحش في القناة سنة ستة ينزل يشتريك حين ونفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد ياولاد شارك الفيديو ده مع اصدقاءه عشان هما كمان يستفيدوا ده هيدعمنا جدا جدا وهيوصل لأكبر قدر ممكن من الطلاب ودعمنا كمان بلايك طيب هسيب لك تحت في الوصف زي ما قلتك في اول الفيديو قائمة تشغيل الصف السادس الابتدائية عشين خمسة عشرين ترمي اول فيها جميع فيديوهات الوحدات السابقة من اول واحدة الاول لحد الوحدة التالتة وينزل فيها الفيديوهات الجديدة بالوحدات اللي جاية ان شاء الله كمان فيها التقييمات الاسبوعية الخاصة بالموقع الوزارة نزل دلوقتي التقييم الاول والتاني الاسبوع الخاص الاول والتاني وينزل التقييمات اللي جاية ان شاء الله باتمنى لكم التوفيق جميع نسان ستة كانت معاكم مسأس ما يسر اشوفكم في فيديو جديد